يبقى الفقر في العراق ويتمدد ما بقيت الأحزاب الفاسدة مسيطرة على مقدرات الوطن وناهبة لثرواته بينما لا يجد بعض الفقراء سبيلا لتحصيل قوتهم اليومي سوى بالعيش والعمل في مكبات القمامة الله شاهد يعني جاي مقدم على تعينات من شكل لك 2008-2010 لأنني أنا موارد 91 من ذاك الوقت لهذا الوقت بطلنا المدرسة المدرسة شفيتها ما تخدمني يتخلى عيش عائلة مثل ما تقول فما اللي يعني نتقدم على التعينات حتى عجيش قلنا وين ما كان بالحشد وين ما كان وكل هاي وجماعة طلعوا عن طريق واسطاتها الفقر والبطالة والفساد الحكومي المتجذر في مؤسسات الدولة كلها أسباب حولت حيات هؤلاء إلى جحيم لا يطاق فالسياسيون لا يرون بابا يمكن أن يمثل متنفسا لهؤلاء الفقراء إلا أغلقوه وكأنهم لا يملكون من حقوق الإنسان سوى حق التصويت ليكتسب السياسيون مزيدا من المناصب بتقديم صورة مخشوشة لديمقراطية مزعومة لا تقدم للفقراء إلا وعودا كاذبة كان أكو مستثمر راد أجل في محافظة واسط راد ينجز وسوى معمد تدوير نفايات اعترضوا عليه مجلس محافظة واسط لأن معمد تدوير نفايات له صاير هاي العوائل اليوم اللي متعايشة هنا بالطمر الصحي هاي العوائل وبعد أضعاف أضعافها تقدر تعيش على هذا المعمد ولأنه العراق الجديد عراق الغزو الأمريكي والطائفية والتبعية لإيران فلا أمل في تغيير يأتي من الطبقة الحاكمة كما يقول ناشطون وأكدين أن الأمل معقود فقط بالعراقيين أن يصلحوا بالثورة ما أفسده الاحتلال والتبعية وأن يعيدوا بناء العراق على أسس الحق والعدل ليكون وطنا بحق كما يستحقه أبناؤه